تبادل الخبرات العسكرية اكتساب المزيد منها التركيز على احداث التكامل رفع جاهزية القوات المشاركة والتوافق والتكامل بينها حماية للامن القومي العربي والاسلامي منطلقات واهداف مناورات رعد الشمال لمشاركة عشرين دولة عربية وخليجية واسلامية بقيادة المملكة العربية السعودية درع الامتين العربية والاسلامية خمس مراحل عسكرية مرت بها مناورات رعد الشمال مع التركيز على تدريب الجيوش المشاركة على كيفية التعامل مع القوات غير النظامية والميليشيات والجماعات الارهابية في تناول عملي للتهديدات والتحديات التي تواجهها المنطقة والعالم اتساع مسرح عمليات رعد الشمال من طريف الى الحدود السعودية الكويتية العراقية كان بمثابة اختبار للبنى التحتية العسكرية للمملكة والذي تخططه بامتياز اما عن الطيف الكبير والمتطور من العتاد العسكري النوعي الذي اظهر مدى تطور المنظومة الدفاعية للمملكة واخوانها من الاشقاء المشاركين في رعد الشمال فملمح له خصوصية في اثبات القدرة العالية على الدفاع عن مكتسبات هذه الاوطان ومقدرات شعوبها فمن الطائرات الجوية المشاركة الطائرة C-130 وهي طائرة نقل جنود ومظليين الطائرة F-5 Eagle وهي طائرة مقاتلة وكذلك طائرة التايفون التي تتميز بقدرات عالية قتالية فائقة اما عن امثلة القوات البرية المشاركة فهي الدبابة M60A3 المزودة بمدفع رئيس عيار 105 ملي متر الدبابة M1A2S المزودة بمدفع عيار 120 ملي متر والمدرعة بيرانا بقدراتها المتميزة وتملكها القوات البرية الملكية السعودية لتؤكد مناورات رعد الشمال انها فصل جديد من فصول العزم والحزم بقيادة سعودية وان امن المملكة ودول الخليج بل والمنطقة باكملها خط احمر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة